بهدف مساعدة النازحين وتخفيف معاناة في إقليم كردستان دشنت الكويت اليوم أكبر مشروع للأضاحي في العراق تجشين المشروع جاء ترجمة لتوجيهات سمو الأمير من أجل تخفيف معاناة النازحين دشنت الكويت اليوم أكبر مشروع للأضاحي في إقليم كردستان العراق بهدف المساعدة في تخفيف معاناة النازحين العراقيين والمحتاجين في الإقليم وقال المستشار مساعد الكليب في الغنصرية العامة للكويت بأربيل إن القنصرية قامت بمساعدة مؤسسة البرزان الخيرية في تنفيذ مشروع أضاحي مقدمة من الأمانة العامة للأوقاف بالكويت وبيت الزكاة الكويتي والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وأوضح الكليب أن المشروع يعد الأكبر في كردستان العراق وتضمن أضاحي تجاوز وزنها 11 طنا مشيرا إلى أنه تم توزيعها على النازحين والأسر المحتاجة في الإقليم وأشدد على أن هذا العمل الخيري يأتي في ضوء استمرار نهج دولة الكويت منذ تأسيسها في التركيز على العمل الإنساني والتلبية المبادرات والخطط الإغاثية التي وجه بها سمو الأميرة الشيخ صباح الأحمد من أجل تخفيف المعاناة عن النازحين وبدورها عرب مند مؤسسة البرزان الخيرية اسماعيل عبد العزيز عن شكره لدولة الكويت ومؤسساتها الخيرية بما تقدمه من مساعدات إنسانية للنازحين والمحتاجين في الإقليم مضيفا أن هذه الأضاحي ستقدم لأكثر من سبعة آلاف نازح جديد في مخيم ديبكا كوجبات غذائية لمدة ثلاثة أيام لافتا إلى أن بعض الأضاحي ستوزع على العائلات النازحة في باق المخيمات يشار إلى أن الكويت بادرت إلى إغاثة النازحين واللاجئين في العراق وخصوصا إقليم كردستان للعراق منذ العام الماضي وتم توزيع نحو 130 ألف سلة غذائية على النازحين واللاجئين في الإقليم